عامل مصطفى كيف يتعامل مع ما يثار اليوم على السوشال ميديا ومن اشخاص الى المصارح تضلل بيبانوا بقى ما هو كل بقى ما انت معربتش من حد انت نزلت تجربة لك وقلت يا جماعة انا ياريت تسمعوها وتعجبكوا او ما تعجبكوش واستأذنتي واما لقيت ناس بتقولك لا ما ينفعش وروحتي لقولي الامر للموضوع فاما روحتي قلت لهم خلاص الجمهور اللي يقول عشان ما يبقاش برضو قولي الامر اللي يقولك لا هم هم اللي حيشولوا المسئولية لوحدهم نوضح تاني للناس يعني انا روحت لأسرة السيدة امو كالسوم عشان استأذنهم ان لو انا هعمل اي حاجة لازم يكون باستأذنكم طيب دلوقتي ممكن أسرة السيدة امو كالسوم الناس تهاجمها يبقى النهاردة لازم ناخد رأي الجمهور فطبعا في التعليقات كل الناس بتقول لي احنا عايزين نسمع بالاي اي وفي ناس طبعا اكيد اعترضت بس فيك كتير قوي قلوة فبعد كده هروح لأسرة السيدة امو كالسوم اعرض عليهم التعليقات واقول لهم شوفوا رأي الناس ايه ويبقى كده حصل ان الجمهور والورثة وطبعا ده مش صوت السيدة امو كالسوم يا جماعة ده تقنية بتوصلك لاحساس معينة السيدة امو كالسوم توفى الله الله يرحمها واكيد احنا مش هنستخدم صوتها او حنعمل حاجة زي دي احنا بنقول بس الزمن الجميل ويعني بنقرب من اهراماتنا يعني تعتبر السيدة امو كالسوم هرام رابع من اهرامات مصر في الفن طيب في بعض الناس ممكن تفكر انه اذا احنا استخدمنا تقنية الدكاء الصناعي لأحياء اصوات رحلات انه ممكن ان نغير المنحة الموسيقي لالهم بمعنى ام كالسوم او مع احترام الاسم الكبير انه يغني النوع الموسيقى الهابطي هل يمكن هذا بتقنية الدكاء الصناعي؟ اكيد انا مش هستخدم التقنية دي على طول ومش هستخدمها مع رموزنا على طول هيا كان الموضوع بدايته بس عشان نطرح الفكرة للناس الفكرة تمام احنا ممكن نقدر نعمل النهاردة اول مطرب ذكاء الصناعي اول مطرب ذكاء الصناعي فقط هتقولي عمرو من قلة المطربين ده في مطربين بالهابة الموجودين هتروح مطلع لنا ذكاء الصناعي لا المطرب ده هيكون انت كمبدعة مش مرتبطة ببنات مين يتحكمه فيكي هو موضوع التحكم النهاردة لو معاك مطربين كتير هتجي تقول له انا عايز ابدع كذا ممكن يوفق منك ما وفيش لكن النهاردة ما هعمل اول مطرب ذكاء الصناعي انا بقى لا خليه غني ايه ولحن له ايه واكتب له كلمات ايه والاغنية بعد ما تتعامل بالذكاء الصناعي كلها هتقولي يا عمرو انت هتستخدم صوت مين هستخدم صوت اي حد اي حد اي حد صوته هيعجبني هستخدمه طب يعني انت هروح تستخدم الفنانين اللي موجودين دلوقتي لا انا مش هعمل كذا دلوقتي هل هتلغي هاي التقنية وجود الفنانين انت بيهدي دكتا ملحن كفنان فهو بيعمل ايه هو بيعمل نوع من التوازن انه كلكو اهدوا شوية بقى كل واحد بيتنطط اهدى اهدى انزل بتاعت شوية لان ليك بديل ولي لي بديل ملو سعر طبعا في بعض الناس خدوا الكلمة بتاعت دي وانسبوها لنفسهم بس دي الكلمة دي انا ورسها عن ابوي الله يرحمه اللي لي بديل ملو سعر فاحنا لازم يكون لنا سعر فالنهاردة اما تيجي تقنية زي دي انت مفروض انت تطوريها للي حيفيد المجتمع فالنهاردة ايه اللي ممكن يفيد المجتمع وده له تنضف وده انه يسمع حاجة نظيفة طيب هل سنسمع عمر مصطفى باللون الطرابين اه هتسمعيه طبعا انا هتحدر على فكرة انا اللي مغني الفرجن اللي نزلت بالAI انا اللي مغني وافتكر لك ايه افتكر لك ايه افتكر اخر وده ولا قلبك لما باع جيبت صحي في جراحي وتعتذر لي بعد ايه عمر مصطفى لا يمل وللحديث تتعالى حبيبي راسكولك تحياتي لك شكرا